بيتزا بالخضر واهم مكون فيها الكوسة المشوية وما تتخيلوا قديش الكوسة المشوية طيبة مع البيتزا اوليش رح اشوي الكوسة انا رح اشوي على غريل دهانة طبقة من زيت الزيتون قطعت الكوسة متل ما انتوا شايفينه رشيت رشة زيت زيتون على الوجي وتركتوا ينشوي تقريبا اخد ماي 10 دقاي وهلأ صار الكوسة جاهز هلأ رح اشتغل في البيتزا رقيت العجينة وفرتها بالصينية ونزلتلكم طريقة العجينة بفيديو من قبل رح اخذ العجينة بالشوكي هيك ما بتنفخ العجينة وبنفس الوقت بتنتص السوس تبع البيتزا السوس البيتزا كمان نزلته بفيديو من قبل وهلأ رح ابلش احط الخضار اللي بدي اياها انا هون حطت الفلفل ملونة حمرة صفرة خضرة بصل ابيض اذا بدكم تحطوا بصل احمر طيب مع البيتزا بندورة الكوسة اللي شويته وبفضل بالمرة الجاي اكتر كوسة اكتر لانه اطيب زيتون اسود رشة ملح رشة زعتر اخضر ورشة زيت زيتون على الوجي رشة زيت الزيتون هاي على الوجي رح تضيف طعم كتير طيب للبيتزا بعدين حطيت الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 لنص ساعة او حسب فرنكم لما تتحمر العجينة طلعتها من الفرن وحطيت جبنة الموزرينة على الوجي ورجعتها على الفرن خمس دقايق احنا منحبها هيك وتحمروها اكتر بتدروا تحمروها وما تتخيلوا قداش تعمل بيتزا طيب جربوها